موسيقى أهلا بكم في تواصل دوت كوم البداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي ونبدأ من الموصل حيث قال مرصد أفاد الحقوق بأن الجانب الأيمن وخاصة منطقة الإقلاعات في الموصل ما يزال يعاني من أزمات مركبة بسبب الإهمال الحكومي وسوء الإدارة والإجراءات المعقدة والفساد المستشري دعونا نتابع ما رصده مرصد أفاد من شهدات من أهل الموصل أم موصلية ابنها مغيم تروي معاناتها وتقصير المسؤولين وإهمالهم في التخفيف عن حالها فلنتابع قاعدين قاعدين يعني من الجبر قاعدوا الله هل أنقاض الأوساخ المكروبات أطفالنا كل يوم مجاعي هالحكومة هذه خلية شوية يغشعون حالنا يغشعون المناطق يعني ما يصيغ هاكذا قاعدوا انتكينوا ما يعفون الشكو عند العالم خلي بس يتجولون هذين مسؤولين يغشعون حالة الفقراء في المدينة قديمة لا شغل لا عمل فقه كنها لكنا فقه الله وكيل ماكو لا رواتب لا تعمير بس نفسهم فكرون بالفقير نحن إيصابهم وحيح نحن بوقفتهم مسؤولين عن النهي يدحقون على الفقراء يدحقون على يتجولون بالقديمة والله ما حد يجي والله السعي يصير كلها حيية وجرالي ما تعرف فلش يفوت علينا مكروبات يا أخي بس يقعد متكين ويأخذون براتب المتكين ما يفكرون الفقير ما يقوم الفقير حالته أطفال مدارس مرضى ما يجيون والله ما حد كن جاء إشقل دينا ما حد جاء مسؤول كبير أحد سأل وين أشكو أشماكو ماكو ما يصير شو يخي يحطون رحم شو يخي يحطون الله في صدرهم يتفقدون الفقير يعني على ما نغوح نحن نطلع خلي يعطونها يا هاي نطلع نهيت ونغوح والله نغوح يصب من كان ولها الحالة هذا يرث لها والله 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 يعني يدحق علينا على حالنا والقرآن كلهم علينا في سنة على الصحفيون العراقيون والنشاطاء تحت وسم الموصل القديمة دمار وفساد الصحفي العراق حسين دانلي غرد وقال ما ينقل من مآسي وشهدات مؤلمة لأهالي مناطق الموصل القديمة وقد فقدوا أبنائهم ومنازلهم يندى لها الجميل وللأسف أن الحياة قطرة وقد سقرت من وجوه أغلب المسؤولين في حكومة بغداد ومحافظة نينو أما الصحفي العراقي عطمان المختار فغرد وقال تحولت الموصل الثاني كبرى مدن العراق بعد الغداد لمركز نهب الرئيسي للميليشيات التابعة لإيران وساحة تصارع بينما يعرف بالأحزاد والقوى السنية على الفتاة المتبقي الموصل يقول يجب أن يديرها أهلها حتى تتعافى وغير ذلك كله إضاعة وقت وأرواح وأموال أما حسين صالح السبعاوي المحلل والكاتب العراقي قال تحولت مدينة الموصل إلى مأساة العصر بعدما كانت من أهم المدن العراقية والعربية عموما الصحفي العراقي أحمد سعيد قال ملف التعويضات واحد من أوجه الفساد في المدن ويخضع لرغبات سياسيين ومادة للترويج الانتخابي على حساب حقوق الإنسان نذهب إلى ملف آخر وفي العراق تهرب المتحدث باسم القائد العام لقوات المسلحة يحيى رسول بن الإجابة على السؤال مذيع حول الجهة التي تقصف السفارات والمطارات بالطائرات المسيرة دعونا نتابع هذا هناك تكتيك جديد اسمه استخدام الطائرات المسيرة في استهداف التواجد الأميوكي هنا هنا معرف يسموا قاعدة يسموا سفارة هذا التكتيك الجديد ما ممكن يدل على الجهة التي تقوم به يعني الواضح سؤال لو يحتاج أوضحها أكثر لا لا واضح سؤال لك واضح سؤال لك واضح سؤالي لا لا هو يعني هذا التكتيك أنا استاذ دياد أنا أحكي اليوم بتجرد عن كل شيء طيب أحكي كمواطن عراقي وأيضا ضابط بهذه المؤسسة العسكرية نعم ماكو أحد يريد يكون بلدة محتلة لو أعني غلطان أكيد اثنيا أنا اليوم أريد أطلأ الأمريكان أو التحالف الدولي طيب وحنا عندنا شكلنا حوار ستراتيجي زي وأيضا من ضمنها كان أكون لجنة فنية اجتمعت ما بين رأسة سيدنا وقعد أمريات مشتركة ولجنة فنية وحتى من قوات البيش مرقوية وأيضا مقابلها قعد قوات العزم الصالب الجنرال بو وأكدوا على سيادة العراق وأكدوا على هواي أمور ومن ضمنها أكد نجتمع آخر راح يكون يا أما في بغداد أو واشنطن لوب تموز لوب أب زين في موضوع إعادة انتشار القوات التابعة للتحالف خارج الأراضي العراقية أها نعم لكن أنا اليوم من أجهة سهدف وأضرب ما الفائدة راح أحقيقها هاي رسالة سلبية للعالم أجمع تم الاستعراض اليوم تحدث ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي بأن ميليشيات الحشد قامت بالإجابة نيابة على المتحدث باسم القوات المسلحة يحيى رسول وذلك من خلال استعراضها بطائرات إيرانية الصنع وأمام أنظار القوات الحكومية دعونا متابع جانبا من هذا الاستعراض هلا بيك هلا بيك بالليمون هلا بيك بالليمون من تفاعل الجمهور العراقي حول هذا الاستعراض غرد وعلق العراقيون على منصات التواصل الاجتماعي ديفيد قال أمريكا لها مصلحة ببقاء وتمدد هذه الميليشيات الإرهابية لو أرادت القضاء عليها لحدث هذا في عدة أيام أما أبو غيث قال حتى تبقى إيران في مأمن والمعارك خارج حدودها انظر إلى سوريا واليمن والعراق إيران لا تحارب أمريكا مباشرة ولا أمريكا تحارب إيران والصراعات مستمرة حتى يحكم الله أما علي فقال أسلحة إيرانية يعني استعراض إيراني يقول مبروك للعراق وأبو محمد قال بلد ضايع بدون سيادة ولا قانون صاير غابة عايشين على القدرة نذهب إلى ملف الواقع الصحي المتدهور في العراق حيث نشر عدة عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع حول تدهور الواقع الصحي في العراق دعونا نبدأ من مستشفى اليرموك في العاصمة بغداد وهو مقطع يبين افترار ذو المرضى في مستشفى اليرموك إلى نقل مرضاهم من طابق إلى طابق على الأكتاف بعد تعطل مصاعد المستشفى فلنبتعبها ها هي الطوارئ المستشفى اليرموك مصعد عطلان وهي الناس المكاسير والناس المضروبة والناس العادة حواديث يشيلونها شون ينزلونها طابق ويصعدونها طابق المصعد العطلاني المستشفى اليرموك مقطع آخر نذهب من بغداد إلى البصرة وبالتحديد في مستشفى الصدر التعليمي حيث وثق أحد العراقيين بكاميرا هاتفه نقال خلوة المستشفى كما قال من الكوادر الطبية فلنتابع المستشفى التعليمي أكثر من نص ساعة ممرضة ماكو طبعا من ردها النسائية وبالطوارئ طبعا ما أحد لا مسؤول هاي مثل ما جاءتشوفون مكان الطوارئ نعم مقطع آخر ومن البصرة إلى المثنى وبالتحديد في مستشفى الروميثة تحدث ابن مريض حول حالة أبيه الصحية وبسبب افتقار المستشفى للمستزمات الطبية أخبره الطبيب بوضع كيس الدم تحت يده من أجل أن يبقى دافيا لكي يعطى للمريض دعونا نتابع هذا المقطع السلام عليكم سيد وليد طبعا اليوم سيد وليد والدي عنده فقر دم وحالته خطرة وجينا الساعة السبعة المغرب وغس الساعة تقريبا بالعشر ونص سيد وليد شين الوضعية؟ والله الوضعية طبعا خدنا لنا ساعة نفتر على الطبلة والدخول له وتحرم صدك آخر نعم وهس رهمنا هس الدم تعال جيبه ليدف فيه ما عاده ما جيزة الدف الدم أقول للدكتور أيش ليش ما تخلينا الدم يقول لازم يتفيه ما عادنا جيزة طلع بره وخليه تحتباطك ما يقول لازم يتحضر حالته خطرة كليش شلون يخليه تحتباطك شلون يخليه لزمه صديق شكيب والله هكذا فرسالة هيتوجهها المنسي والله لا أحمد من في محافظنا يا اخوية نعم تبو تقول احنا المحافظة وولدنا وهي وما القصرين وياهم شوف مستشفر مويلة بروح والدي نفاعل الجمهور العراقي حول استمرار تدهور القطاع الصحي في العراق نقرأ نغم علقت وقالت كل المستشفيات بالعراق تقول هذا وضع أما زينب فقالت الحال من سيء إلى أسوأ زينو قال خليه تحت أباطك يعني انطاك أحدث تقنية شي سوي للرجال والله يعقول الله يعينه على اللي راح نشوفها أما حيدر فتقول وزارة الصحة وبيد الكتلة الأكبر شي تريده مثلا يتساءل أما مياسة فقالت أتعس الوزارات هي الصحة مهملة كليا نذهب إلى ملف آخر وهو ملف تلوث المياه في العراق حيث تتولى المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي التي توثق انخفاض مناسيب الأنهري في العراق وتلوثها ومنها نهر دجلة حيث صور أحد المواطنين العراقيين في العاصمة بغداد ومن على جسر المعظم مقابل مدينة الطب تلوث نهر دجلة بسبب ما قال بأنها محرقة مدينة الطب دعونا نتابع هذا المقطع من جسر باب المعظم مدينة الطب هذا نهر دجلة دجلة خالد دجلة التي تغنى بها الشعراء من علي بن الجهن إلى الجواهر العظيم لاحظ هذا الماء باللون هذا الماء النهر لاحظ هذا اللون ومن تفاعل الجمهور العراقي حول استمرار تدهور الأنهر في العراق ونخفاض مناسبها وتلوثها نقرأ على منصة فيسبوك مؤيد الليهاب يقول جريمة بحق الإنسانية هذه المواد كلها ملوثة وراح تلوث دجلة بفيروسات ومواد سامة يعني الماء راح يتلوث من بغداد البصرة شنو ذنب الناس اللي تشرب منها أما حسين فقال أين السلطات الحكومية عن هذا الوضع المزرعين وزارة الصحة عن هذا يقول دولتها بلا قانون بلا حساب الله يكون بعون المواطن أما سيف علق وقال لا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفسد وأتعس وأفشل حكومة يقول أما دؤيفة يقول والله هتلي هاي مصيبة وطاحت على روسنا نذهب إلى أنت ترى وثقت كاميرات المراقبة في فندق فلسطين بالعاصمة بغداد قيام مجموعة أشخاص قاموا بدخول الفندق والاعتداء بالضرب المبرح وبأسلحتهم على رأس أحد موظفي الفندق وقاموا بإطلاق ناري في الهواء من أرسل هذا المقطع على خدمة أنت ترى قال بأن هؤلاء هم حماية لأحد المرشحين للانتخابات القادمة دون أن يذكر اسمهم دعوا متابع هذا المقطع مع الخضبات قتل بأن أضر المرشحين للإسلاح ويبدأ عندهم إسلاح لا 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 هذا هذا blir شيء له المنية يقول أنه مشاركة بالفندق ترى المرشحين للإسلاح يعني تتعلم قبل بداي تسلم ضباط مجد أطباء وهم طبقوا بدون إسلاح هذا الإسلاح لا يقولوا بشيء إسلاح يقول اشهار توقع ستتتعلم عندما في لك يهدد موظفي الفندق هنا طبقوا الفندق راح طبقوا بعد جاورة لاني الشيارة تحقفن باب الصالة اي ذنني مال الضباط لو ذنني شئ في معايلهم تابع ايهم راح طبقوا بباب الصالة طلعوا هنا تعدوا اي باما تفرر المسادة الصالة شفته ايصا ايه اوه ايه 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 مدير شركة أشوف الشواجير وقالين بظهره وصلتنا رسالة عبر البريد الألكتروني لقناة الرافدين جاء فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا من منطقة الوردية تابعة لقضاء المدان في بغداد تعاني المنطقة من نقص في الخدمات والبنى التحتية وخرجنا بتظاهرات عاليدة لمطالبة بتوفير الخدمات لكن دون فائدة ولم تتجاوب الحكومة المحلية لمطالبنا نرجو إيصال صوتنا من خلال قناتكم الكريمة نذهب إلى الهاشتاغ في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال تفاعلنا الشيطون عرب على منصة تويتر على وسم اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال دعونا نتابع بعضا من هذه التغريدات دكتورة لبنى قالت عمالة الأطفال جريمة يدفع ثمنها الطفل والمجتمع كله فالأطفال هم مستقبل الشعوب وإن لم نحافظ على حقوقهم الإنسانية الأساسية وأهمها التعليم فسنخسر مستقبل المجتمع بأكمله أما نادية فقالت تعرف عمالة الأطفال بأنها العمل غير المناسب لعمر الطفل أو بشكل أكثر تحديدا العمل الذي يؤثر على تعليم الطفل أو من المحتمل أن ينضر بصحته أو سلامته أو أخلاقه دكتور تقي قال عمل الأطفال ظاهرة عالمية حيث يزاول ملايين الأطفال أعمالا تحد من رفاهيتهم وسلامتهم وصحتهم وتحول دون تعلمهم وتقدمهم وضمان سبول كسب عيشهم في المستقبل ضعوا حدا لعمالة الأطفال دكتور نصر الحريري قال اليوم كل العالم يحتفل باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال ونحن في سوريا نعمل ونناشد العالم لإيقاف قتل الأطفال من قبل نظام الأسد ورعاته إيران وروسيا وليقاف قتل أهل الأطفال وليقاف تدمير مدارس الأطفال جعل هؤلاء المجرمون لسوريا أولويات مختلفة عن كل العالم نذهب الآن إلى القصص المنوعة عملية الاحتيال الرقمي تزيد بنسب مضاعفة في الأونة الأخيرة خطرها يهدد الشركات والأفراد فكيف تحمي حسابك على منصات التواصل الاجتماعي المزيد مع تقرير لقناة سي أم بي سي عربية فلنتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نعم هل تعلم بأن الشريف الإدريسي أول من رسم خريطة صحيحة للعالم وبأنها استخدمت في سائر كشوف عصر النهضة الأوروبية من هو الشريف الإدريسي دعونا تعرف عليه مع تقرير لموقع مجلة مين فلنتابع الإدريسي القراشي عالم عربي مسلم وأحد كبار الجغرافيين في التاريخ ومؤسس علم الجغرافية وأول من رسم خريطة صحيحة للعالم سماها لوحة ترسيم وحدد فيها اتجاهات الأنهار والبحيرات والمرتفعات وضمنها معلومات عن المدن الرئيسية وحدود الدول ولد أبو عبد الله محمد الإدريسي الهاشمي القراشي في مدينة سبتة في المغرب الأقصى عام 1100 من الميلاد تعلم في البيلق ودرس الفلسفة والطب في قرطبة كما كان له اهتمام بالتاريخ والأدب وعلم النبات والفلك طاف الإدريسي البلاد فزار الحجاز وتهامة ومصر ووصل سواحل فرنسا وإنجلترا وسافر إلى القسطنطينية وسواحل آسيا الصغرى ثم اختار الانتقال إلى سقلية بعد سقوط الدولة الإسلامية وفيها تفتقت مواهبه العلمية وبأمر من الملك النورماني روجر الثاني رسم الإدريسي خريطة للعالم على دائرة من الفضة منقوش عليها صورة الأقاليم السبعة أطلق عليها اسم لوح الترسيم واستخدم فيها خطوط العرض أو الخطوط الأفقية وأعاد تدقيقها لشرح اختلاف الفصول بين الدول وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة عزاني المشاهدين شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة